أغلب المطارات الروسية في موسكو كانت خارج الخدمة لماذا؟ لأن كان فيه هجوم 42 مسيرة أوكرانية على موسكو وما جاورها الروس قالوا أنهم أسقطوا كل هذه المسيرات القضية مش أنك تسقطها القضية كيف وصلت أنك ولو تصل هذه المسيرات وتقترب من موسكو أحيانا تصل إلى موسكو وتضرب داخل موسكو هذا السؤال موسكو هذه كانت بالنسبة حتى لواشنطن أو لندن أو برلين أو كانت تعتبر مكاش واحد يقدر يمس موسكو موسكو عندها النووي موسكو سلاح نووي ثاني أقوى جيش في العالم أصبحت أوكرانية صغيرة هذه صحيح مدعومة غربيا ولكنها صغيرة جدا في القوى مقارنة مع روسيا أصبحت تجعل عدد من المطارات الروسية خارج الخدمة كل يوم تقريبا الآن وأهل موسكو يتوقعون سقوط غنبلة عندما ستكون موسكو بيت عندما تكون من سكان موسكو وتعرف باللي لو كران بدأوا يضربوا في موسكو تعرف بش تعيش تخيل أنك انتم سكان العاصمة أو سكان عنابة أو وهران أو بجاية أو ورقلة أو وتعرف باللي كين طائرات ممكن يضرب في أي وقت هو يجيك السكر مولا عشرين عام يحكمك السكر هو يجيك لاتونسيون يجيك على الأمراض ليه معنى بالكش خاصة إلي كنت خاف من الموت وهذا الأقوام هذون يخافوا من الموت هذا اللي أنا مرد نسبة لهم على قول المادة الثانية في الدستور السوفيتي الكون مادة ولا إله ما يعطفوش باللي كين إله الأغربية منهم ملحدين فموش حتى كما مسلم يقدر يقول ما زال عنده الأمان يدخل الجنة ويلقى شيء آخر وعالم آخر ودنيا أخرى وحياة أخرى هذا ما يذاب بالنسبة لحياة إن هي إلا حياتنا نموت من أحياء وما نحن مبعوثين يعيشوا فهؤلاء اللي رحوا في موسكو الآن أو في بيلجرود أو في أي مدينة من المدن اللي رحي وكرا يتبعت لها هلا طائرات هذي سلتة حتى وإن لم تحدث ضرر كبير تحدث ضرر نفسي كبير تحدث قلق للناس انزعاج للكبار للصغر للشركات تحدث ضربة على وجه بوتين و جنيرالاتو وش إداكم يقولتونا عملية خاصة وصغيرة ونجيبوه أوكرانيا ونجيبوها في جيبو هي فاتت 18 شهر ها وراه يواصل ومع ذلك ما زال كلي قدس بوتين كما قضية البريكس بعد في انهار لينهار هذا بوتين كان البعض اللي ممكن يصاب بجلطة لأنه لم يفهم إنه بوتين قاتل عندما أقول هذا كثير من ناس وما قلت لناش على الغرب ايه أنا اللي ما قلتكش على الغرب عندي 28 سنوان من تقتل الغرب ولكن الآن اللي راه يقتل هو بوتين إنما كان طوني بلير وجورج دابليو بوش في بلد اللي حكمها طوني بلير كان رئيس وزارة كنت من هنا لم يكن ذاك الوقت لفيسبوك واليوتيوب لكن في القنوات كنت نروح وننتقد ونقول هذا مجرم حرب مجرم حرب وناس كن ليس بعيدة أكثر خمسة كيلومتر بيني وبين وين يسكن هذا طوني بلير ونقول هذا مجرم حرب الفرق فقط باش نكونوا منصفين أنك هنا تقدر تخرج تقول على طوني بلير مجرم حرب ولا تقول على هذا اللي رايح حاكم اليوم مجرم حرب ولا سارق ولا لص وما تجي كلامه خابرات ولا بوليس ولا هم يحزنوا في روسيا أو في الصين ما تقولهاش على بوتين أو على الرئيس الصيني تقولها على آخر بوليسي أو آخر واني يتحنوك تحنوك طحن هوا في الجزيرة وما يتحنوا في الناس هوا الفرق باش نكونوا منصفين نعم الغرب استعماري وظالم لكن بالنسبة اللي يعيشوا في الغرب عندهم الحد الأدنى من الحريات ونحن نتمتع بهذه الحريات لو كنت أنا في موسكو اليوم نقولكم حاجة مش حتى في موسكو لو كنت في اسطنبول هم كثير من المعارضين اللي كانوا في اسطنبول سكتوهم مصريين خاصة كان حتى جزائريين سكتوهم خلاص بينما هنا لا يستطيع أحد لا يستطيع بشر أن يسكتني إلا بقرار قضائي لازم يروح عند القاضي ويقول له علاه وكيف ومن يشعارف وتقدر تضرب من تويام عشر سنين عند القضاء كائن مسلمين هنا كائن مسلمين هنا ادوا تعويضات ليس لا حدود كان يدى زوج ملايين كان يدى خمس ملايين كانوا زوج عبد الحاكيم بالحاج وسامي أخونا سامي صديقه وزميله وهذا كانوا كانوا محسوبين على جماعة مسلحة ليبية يسمون جماعة المسلحة ليبية خطفتهم من أعتقد من طايلندا أو طايلان أو طايلندا أعتقد سلمتهم السلطات طايلندية إلى مخابرات الأمريكية والبريطانية واستوجبوهم وإلى آخر إلىهم بعد سلمهم من القذافي أو القذافي اللي كان يزعم ضد أمريكا طبعا معادي القذافي نتعرفوا التعذيب الحقيقي لكن قبل سنوات بعد سقل القذافي رفعوا دعاوي هنا هما دعوا تعويضات هائلة بملايين الجنيهات ملايين دولارات لأن القاضي هنا قال للمخابرات البريطانية أرتكبتم خطأ مع أن هذو الاثنين ما كانوش بريطانيين بالمناسبة فقط كونهم ساهموا في تسليمهم من بلد آخر إلى يعذبهم وسجنهم ما متوش دولارات تعويض هائل بملايين الجنيهات هاو الفرق ولذلك لدينا نقد عميق للغرب لأن الغرب ذو وجه قبيح عندما يتعامل مع بلداننا ومع شعوبنا فالغالب مش كلهم ولكن داخل بلدانهم هناك القانون وهناك العدالة ولو نسبية وهناك الحريات كل هذا ويجب أن نكون منصفين هذا لا يعني أن الاستعمار الأول والأكبر هو استعمار غربي بدأ فرنسي وبريطاني قبله كان برتغالي وإسباني ثم أصبح فرنسي وبريطاني بريطانيا في وقت معين كان يسموها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ثم أضيف لهم الهولنديين والبلجيكيين وكل الأصناف ليحتلوا العالم واليوم هاي أمريكا دائرة إمبراطورية عالمية لكن هذا لا يعني أن الروس ما هو مش استعمار هذا لا يعني أن الصين لا يتوجه أن يكون إمبريالية استعمارية لازم الناس يفهموا لا تختار بين المستعمر ومستعمر ترجمة نانسي قنقر